أعلنت وزارة زراعة واستسلح الأراضي الإفراج عن 237 طن من مستلزمات الأعلاف دورا وسويا بحوالي 107 ملايين دولار خلال سبعة أيام بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضي أضفت الوزارة أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في ضوء توجهات رئيس مجلس الوزراء مشيرة إلى أنه بذلك يبلغ إجماليه ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر من العام الماضي وحتى الثالث من مايو الجاري نحو 4.5 مليون طن بإجمالية مبلغ 2.2 مليار دولار